اشهد الامير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بقوة المنافسة على بطاقة التأهل في البطولة العربية مشيرا الى المستويات المميزة التي قدمها الهلال بفريقه الاولمبي في البطولة ومبديا في الوقت ذاته استغرابه من المستوى الذي ظهر به النصر رغم مشاركته بالفريق الاول نتابع الحمد لله كل شيء كويس ان شاء الله الله يتمهم على خير ان شاء الله كل ما تصاعد الحمد لله بدرار وعشفون احسن من السابق الناد الهلال قدم مقارنة عمار اللعبين ومشاركاتهم الاولى قدم مستويات ممتازة جدا اما النصر توقع منه كان اكثر من كذا والكلمات تصاعد الحمد لله يعني فاجئتنا مثلا عهد لبناني فتح الرباط يعني فاجئتنا اكثر ما كنا نتوقع طبعا ان شاء الله والجاية اكثر واحسن بإذن الله ونبقى في اخبار البطولة حيث اسفرت قرعة الدور نصف النهائي والتي اجريت مساء اليوم عن مواجهة بين الاهل المصري والفيصل الاردني بينما يواجه فريق الترجد تونسي نظيره الفتح الرباط المغربي على ان تقام المباراتين يومي الاربعاء والخميس القادمين حقق فريق الشباف فوزا جمعه اليوم مع نظيره الوطني في افتتاح منافسات دورة تبوك الدولية الودية باربعة اهداف مقابل هدفين ليحصد اول ثلاثة نقاط في البطولة والتي تضمه بالاضافة للوطني فريق السفاقس التونسي والذي سيخوض معه لقاء يوم الاربعاء القادم بينما سيواجه الوطني ايضا النادي التونسي الجمعة احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم باول هدف سعودي في الاولمبياد والذي سجله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله وكتب فيفا عبر صفحته العربية على تويتر ان في مثل هذا اليوم من عام 1984 للميلاد سجل ماجد عبدالله اول هدف للمتخب السعودي في الاولمبياد وكان في مرمى البرازيل حيث جمعت المباراة الفريقين في اولمبياد لوس انجلوس عام 1984 وانتهت بفوز البرازيل بثلاثة اهداف مقابل هدف اعلن نادي مانشستر يونيتد الانجليزي تعاقده رسميا مع لعاب الوسط الدولي السربي ماتيتش قادما من شلسي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 40 مليون جنيه استرليني ووقع ماتيتش عقدا يمتد لثلاثة اعوام مع خيار تمديده لعام اضافي واصبح السربي ثالث لعب يضمه يونيتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مدافع بنفك السويدي فيكتور ليندالوف والمهاجم البلجيكي لوكاكو من نادي إفارتون اكد نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الاسباني كيرستيانو رونالدو انه لم يخفي اي شيء ولم يكن لديه ادنانية للتهرب من دفع الضرائب جاء ذلك بعد مثوله اليوم امام المحكمة للتحقيق معه في تهمة تهربه الضريبي واكد ان وزارة المالية الاسبانية تعرف بالتفصيل جميع الامور المالية الخاصة به واستحال التهربه من دفع الضرائب كما اوضح انه يقدمه بشكل طوعي اقرارات الذمة المالية حتى يتفادى الدخول بمشاكل مادية مع الاتحاد المحلي اشتركوا في القناة